على مساحة عشرات الهكتارات المحاطة بسلسلة جبالية مليئة بأشجار الأرز الأطلسية تقع منطقة ثامومنت التابعة لبلدية وادي الشعبة بدايرة باتنا والتي اغتنم سكانها فرصة استتباب الأمن من أجل العودة إليها مجددا وخدمة الفلاحة وفقا للإمكانيات المحدودة المتوفرة وهذا المنطقة سياحية أولا ومنطقة رعاوية وفلاحية كان الناس هنا عندهم غنم عندهم البقرات منطقة لكان يلقون تسهيلات راح يكون استثمار ما شاء الله ترجع البلاسة ترجع البلاسة ترجع بالطريق والتري سيتي الناس كل رهم في الألحة باش يقول لي والمنطقة انت عمع يو عياءه ما قدروش هاو الكاميوان يطايش يقول لي يجيب باش يروح للدار انتعه باش غير يبني طوبة ولا زوج منعر منين يهدها يدير لها الكوب تيري توفير الكهرباء وتهيئت شبكة الطريق إلى المنطقة هي أبرز مطالب أهالي ثامومنت ببلدية وادي الشعبة التي تسخر بمقومات سياحية وفلاحية واعدة إذا وجدت الإمكانيات اللازمة للنهوض بها أول حاجة نحوصه على الطريق حنا الطريق تكون ام بيس بيس مع دولة ما قلناش طاب بيس ايدي ما قلناش وتوروت بيس بارك نقدر نمشي بيها نمشي وليانه السيارات كنجيبوهم هنا تطلع مرة زوج ثلاثة تعود سبونسيون تاك لسبونسيون تاك تعودها كومبلي بغينة تري سيتي لأن الناس هذو بغوا يرجعوا لمنطقة هذي كي الناس بزرع أعطاهم بينا ريفي نرجعوا هنا تولي استثمارها لهنا وتولي الناس لأن الناس عندهم بقري لهنا يعيوبة يجيوا من هنا لأن الطريق كارثة البلاسة هذي منطقة جبالية تصلح لكل شيء تصلح للشجر تصلح للبقر تصلح للفلاحات تصلح لأي حاجة تسياحة تسياحة ذا يملحها منطقة ثامومنت وفضلا عن مقاوماتها السياحية والفلاحية فهي أيضا منطقة تاريخية بامتياز ينتظر السكان الالتفات من طرف الجهات المعنية